مفيش شك طبعا مباراة الكاميرون وجزر القمر وفوز كاميرون على جزر القمر 2 واحد والنتيجة اللي لا تعبر ممكن بشكل كبير على الشكل الفني اللقاء والكفاح الكبير ليه فريق جزر القمر طبعا فريق ومنتخب عربي كان متواجد حتى الآن أو حتى كان اللحظات الأخيرة منذ قليل في بطولة الأمة أفريقية بيودع هذا المنتخب العربي الجميل والكبير من وجه النظر الشخصية بكفاحه هذا اليوم أو في المباراة النهاردة صراحة كفاح كبير جدا لهذا المنتخب برغم من الصعوبات بالرغم من ظروف كورونا بالرغم من عدم وجود حارس مرمى ووجود هدهود أو باكليفت المنتخب الجزر القمر كان هو الحارس مرمى النهاردة وزي ما قلنا في خبر مبارح أن كان في عندهم عدة مشاكل في حراسة المرمى حراسة المرمى كلها بالكامل كان عندها كورونا وبالتالي مهدد غريق جزر القمر أنه ما يلعبش بحارس مرمى طبيعي فبالتالي النهاردة فعلا شاكر هدهود الحارس أو باكليفت واللي بقى حارس النهاردة وبالتالي صعوبات كتيرة النهاردة كانت بتواجه جزر القمر لكن كمان الطرد اللي كان في ديها سبعة كان سبب كبير جدا برضو أنه صعب عليهم الأمور لكن بالأمانة منتخب يستحق التحية والتقدير أنه هو يواجه منتخب الكاميروان صاحب الأرض صاحب التاريخ في كرة القدم الأفريقية بهذا الشكل وأنه يكون شايفين منتخب لأول مرة بيشارك في بطولة الأمم الأفريقية بيوصل للمرحلة دي والصعوبات دي بيقدم الأداء المميز اللي احنا شفناه النهاردة هدف كمان لأحرازه يوسف ماشنجاما الهدف اللي شافه من أفضل وأحلى الأهداف اللي النهاردة اتجابت فيه بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن وإن كان طبعاً أونانة الحارس المرمى المميز والجميل تصدى لعدة كرات وعدة فرص لفريق جزر القمر كان ممكن نشوف النتيجة مختلفة تماماً بقول لكم براغم الظروف وبراغم حالة الطرد من الدقيقة 7 لكن منتخب كان متماسك وبيلعب بشكل مميز وبيلعب بفكر موجود مساحات متساوية وشكل زي ما بنقول متكامل في الملعب ويمكن ساعات كمان يقول لك الظروف الصعبة بتخليك تلعب أفضل وأفضل وأعتقد هم عملوا كده النهاردة كانوا بيحرجوا بشكل كبير النهاردة وأحرجوا بشكل كبير النهاردة منتخب الكاميرون حتى ما بعد اللقاء مع صفارة الحكم وفريق جزر القمر وهو رايح بيهاجم في الدقيقة الأخيرة ويمكن حكم تسمى صفر قبل ما الهاجمة تتخلص إن النجم الكبير سامول إيتو والحكم بيصفر مش ميصدق خلاص إن المباراة تحت كانت ممكن تحصل وممكن تحصل مفاجأة إن الفريق ده ممكن يتعادل نتيجة الشكل الفني نفسه سامول إيتو كانش متخيل الشكل الفني لفريق جزر كوميرون بنحيي وإن سقف له الصراحة على أداءه وشكله الفني النهاردة كفريق عربي وفريق أفريقي كان موجود لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة وبالتالي الكاميرون بتتخطى جزر القمرون تتأهل للدور ربع إنهائي بيه يعني وجود مولكي نفسه وتونس بالأمس إن شاء الله يعني كل التوفيق للمنتخبات العربية المتوقية تونس المغرب والمنتخب المصر إن شاء الله اللي نقولكو قبل هذه المباراة مباراة الكاميرون وجزر القمر كان فيه مباراة جينيا وجامبيا وفوز أيضا لجامبيا اللي برضو موجود لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة وبيعمل مفاجأة كبيرة وبيفوز على غينيا 1-0 وبرضو نفس الشكل يمكن فريق جامبيا فريق مميز عنده سرعات كبيرة جدا أحرز الهدف موسى بارو أفضل لاعب فريق جامبيا وسريع وحريف ولاعب كويس جدا ويمكن شوت التاني اختلف تماما لفريق جامبيا اللي النهاردة بيحجز بطاقة الوصول إلى الدور ربع النهائي مرة هو كمان وعجبني جدا كان فيه فيديو كده شفته خاص باللعبين بعد المباراة وبكابتن الفريق كابتن فريق جامبيا وهو بيتكلم إن هو فخور بيهم وفخور بالأداة وفخور بالشكل الفني اللي كان فيه العيبة النهاردة وبالفوز والتأهل وأنا بقول لكم الأول مرة في تاريخهم دي حاجة برضو تحترم وبالتالي المنتالة بتاعتهم والشكل بتاعتهم إن هم جايين يعملوا حاجة هو حتى كابتن فريق بيقولك احنا مكملين وعندنا هدف للوصول لأفضل مكان فيه هذه البطولة وده شيء جميل جدا بيبين إن الفرق في أفريقيا تفكيرها اختلف تفكير اللعبين اختلف تفكير المديرين الفنين اختلف الإدارات نفسها اختلفت عشان كده احنا مش شايفين فرق ما بين الفرق الكبيرة وفرق الصغيرة اشتركوا في القناة